بغداد ينضم إلينا سيد داود السعدي المحلل والسياسي سيد داود هي الزيارة الأولى لترامب لأحد مناطق الصراعات في الشرق الأوسط ما مغزى هذه الزيارة وتوقيتها خاصة وأنها تأتي بعد إعلان الانسحاب الأمريكي من سوريا حقيقة هذه الزيارة هي ليست الزيارة الأولى لرئيس أمريكي إلى العراق في مثل هذه الأيام وهي أعياد الميلاد وبالتالي هذه الزيارة تحمل أكثر من رسالة الرسالة الأولى تقول بأن القوات الأمريكية لا تزال موجودة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول حماية مصالح سواء في العراق أو حتى بعد الانسحاب من سوريا في سوريا أيضا في الشرق الأوسط بشكل عام هذه رسالة محددة والرسالة الثانية يبدو أنها تؤكد بأن على جميع الأطراف التي تحاول أن تكون ندا للولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تشعر بأن العراق قد يكون قاعدة لحماية المصالح الأمريكية وضرب أي جهة تحاول المساس بهذه المصالح أو المساس بالعمل الديمقراطي والديمقراطية الجديدة التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تضحها في الشرق الأوسط وبالتالي هذه الزيارة أيضا لاقت وجهتين نظر في الوقت الذي رحبت الحكومة العراقية بهذه الزيارة وشخصيات عديدة أخرى منها شعبية ومنها سياسية في الحقيقة وإن لم يتم نشر بيانات من قبل هذه الشخصيات لكن هذه الزيارة أشعرت العراقيين بأن هناك جهة تحاول أن تحمي الديمقراطية التي ما تزال وليدة في العراق فيما رفضت جهات أخرى وفي بيانات مستمرة هذه الزيارة واعتبرتها انتهاكا للسيادة سيد داود ما وجه انتهاك السيادة العراقية في الوقت الذي هناك قبول لوجود القوات الأمريكية في العراق نعم بالتأكيد هناك مصالح مشتركة وهناك اتفاقية ستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هذه الزيارة حسب رأيه لا تمثل انتهاك للسيادة ولكن حسب رأيه البعض وخاصة الموانين لإيران رأوا بأنها انتهاك للسيادة محاولين إيجاد تبريرات بأن الرئيس الأمريكي دخل إلى العراق دون علم الحكومة العراقية لكن بيان الحكومة العراقية فنت ذلك وبالتالي يعني بأن زيارة الرئيس الأمريكي إلى العراق هي زيارة رسمية جاءت لتهنية القوات الأمريكية زيارة رسمية لماذا لم يتم لقاء عناصر بارزة في الدوائر السياسية لسيما رئيس الوزراء مع دونالد ترامب خاصة وأنه قال بأن المسألة تتعلق بمكان اللقاء فهل هذا سيناريو وارد أم أنه يخفي أسباب أخرى ربما لا لا حقيقة يعني ربما وصول أو ذهاب رئيس الوزراء إلى القاعدة العسكرية التي تتواجد فيها قوات أمريكية ربما يكون محرج له هذا ناحية ناحية الأخرى الزيارة لن تطول كثيرا كانت مجرس ساعات لم تتجاوز ساعتين ونصف إلى الثلاث ساعات ربما وبالتالي يعني لا ضير في أن يأتي الرئيس الأمريكي وجاء حقيقة ليوضح رسالة معينة كما قلت في البداية وبالتالي لقاء رئيس الوزراء العراقي أو مجرد إعلام الحكومة العراقية بهذا الأمر هو شيء ليس مضرا وإنما شيء جيد وأنا أعتقد بأن هذه الزيارة لن تؤثر كثيرا ومن يحاول أن يصفها بأنها انتهات لسيادة العراقية هو خاطئ بعد أن صدر بيان من الحكومة العراقية رحبت بهذه الزيارة بيان الحكومة العراقية أنا في رأيي أعطى أيضا رسالة لبعض الجهات بأن هناك اتفاقية استراتيجية ونحن نحافظ عليها وأن الحكومة العراقية ربما ستضع فيما يتعلق بقانون انسحاب القوات الأمريكية والقوات الأجنبية التي يحاول بعض الكتل تحاول أن تمرره من خلال برلمان أنا أعتقد بأن الحكومة أعطتهم رسالة مسبقة بما يتعلق بهذا القانون العراق لا يزال بحاجة إلى التدريب لا يزال بحاجة إلى استشارة سواء من قوات الأمريكية أو القوات الأجنبية الأخرى شكرا جزيلا لك من بغداد كنت معنا السيد داود السعدي المحلل السياسي